اهلا بحضراتكم من جديد واستكمال باقي الفقر الحوارية مع الكاتب الصحفي والنقد الرياضي الوستاذ عبد الحكيم أبو عالم شخص حكيم استعداد الآلي لكأس العالم أنا كأس العالم من أهل يبقى كأس العالم كل تلك عندك فيه كأس عالم مصغره السبت الجاي بس فيه كأس عالم بقى أكبر وأعظم وأشمل بعد حوالي 6 شهور اللي يجي في إيدك طيب خلينا احنا اتكلمنا على الانتركنتنينتل نتكلم على كأس العالم الأندية في أمريكا أكيد النادر الاهلي طبعا الأرقام المتدولة فيه أرقام وصلت من 16-15-20 لسه لحد الوقت حسب ما انت بتقوله وبنسمع عنه ما فيش رقم رسمي طلع بس فيه بعض رؤساء الأندية طلعوا وتكلموا وقال لك ان فيه مثلا احنا اتبلغوا من 16-20 النادر الاهلي ابتدأ يشتغل على أكتر من محور في الملف ده سواء محور ان انت عندك جزء من رعاية وده اللي احنا كنا بنتكلم فيه أكتر المرار النادر الاهلي عنده سيستم مؤسسي ومنهجي فيه جزئية ان انت بتشتغل من بدر قوي وانا ده اللي شغال في الملف ده بس انا هنا عندي نقطة ان انت ناس كتيرة بتتكلم على ان النادر الاهلي وصفقات الدعم للبطولة وان ان انت صفقات لازم تجيب مش عارف مين وتجيب مش عارف مين هو اكيد بدون دخول في تفاصيل متعمقة شوية اني مفيش حد احرص او على انه هيبقى عنده حرص على النادر الاهلي وعلى فرقة النادر هنتظهر بشكل كويس جدا اكتر من لدارة النادر والجهاز الفني اكيد بدليل ان انت بتشتغل على انك تجيب رعاية باخلاف الفلوس اللي هتاخدها من كساعة عندي يعني هو مش مستحيل يكون بيفكر وبيشوف عروضه وكان ده كله عشان ياخد رعاية للاهلي في البطولة دي وهو مش هيشتغل على ان يديب صفقات ويجيب لعيبة يدخل بيها البطولة دي بس انا هنا لازم حتة مهمة جدا وانا هنا مش بيتكلم على ان احنا في قناة النادر اللي بتكلم على جزئيه ان انت عندك لعيبة وقوامه تشكيل اساسي راح يلعب بطولة الانتر كونتنينتل عندك ماتش يوم السبت مع الفائز من باتشوكا ويبوتفوجو الماتش ده يودك في حتة ما حصلتش في تاريخ النادر الاهلي ولا في تاريخ اي نادر في مصر فانا هنا المفروض وده على فكرة انا بقولك دي وجهت نظر انا مش وجهت نظر اي حد مثلا او في النادر الاهلي او حتى في القناة او في دارة النادر انت اللعيبة اللي هتلعب معك الماتشات دي هي مين هي الصفقات الجديدة ولا الفريق اللي معاك الفريق اللي معاك فانت هنا بالتالي ما في حد مسؤول من النادر الاهلي المفروض يطلع ويقولك احنا هنجيب صفقات لا طبعا ما هو طبيعي طبيعي انه يشتغلك بصفقات لكن الطبيعي في نفس الوقت انه هو لازم يقفل يحافظ على قوام الفرع عشان عنده بطولة ومباراة مهمة طبيعي انت لما لاعب دلوقتي اللعيبة دلوقتي ما بقيتش زي زمان انها بتستنى الجرنة بتتفسر لا كل اللعيبة دلوقتي بتتبع الكلمة السوشال ميديا سوشال ميديا ما بتخليش فعايز تفهمني اللعيبة اللي رايحة تلاعب يوم السبت وهتلعب ان شاء الله هتلعب ريال مدينة في لفل تاني انت ما شفتوش وهيعلم من الامج التسويق بتاعك انت المفروض هنا تقفل ملف ده وده الادارة اللي عاملاء وانا تخيلني الادارة شغالها ملف التعقود بس من غير ما تتكلم فيه ومش هينفع تتكلم فيه ومش هتتكلم فيه الا بعد الانتركونتيني الخصوصا ان انت لسه موصلتش شهر هناك انا هنا مش بوجد مبرر لحد عشان بس المرتبطة انا بتتكلم بمنطق حيادي لو انا مسؤول عن فريق ده التوجه بتاعي اللي هيكون ان انا هقفل مش هتكلم عن اي حاجة لحد ما انا وخصوصا البطولة دي البطولة مش غليلة انت ممكن تكون المستوى والليفل اللي وصله النادي الاهلي خليك تبص البطولة دي مقارنة من كاسة عامل دي عشان 25 ان دي بطولة يعني نمطشين يعني ان رايحها لعب في الافتاح انت بس هي بطولة كبيرة جدا طبعا بطولة تيلي جدا لو بسيبتها تلعب ريال مدريد وبطولة الاسمية عايز تقول في النهاية للناس ان ادارة النادي والتعاقدات بتشتغل على فكرة التدعيمات لبطولة المونديال الاندافة امريكا اكيد طبعا بس في نفس الوقت في تفاصيل مش متاح انها تظهر في الاعلام او لو كانت في تفاصيل بتظهر قبل كده دلوقتي الاستراتيجية والادارة اختلفت فمش هتلاقي معلومات كما كانت سابقا لا وغير كده هو منفقش كادارة يتكلم حتى تلميحا يعني حتى تلميحا ما يقدرش يقولك وانا ريخ على البطول انا بكرة بكرة نادي الاهليم سافر يلعب بطولة انت كنت ننتل انا ازاي اقول لعب بتاعي ليلة مطش احنا التاريخ والمجد وراحين لعب الى المدريد واللعب انت بتصدر له صورة من قبلها بيوم انت انا رايح ان احتاج اربعة تدعيمات ان انا راح اجيب مهاجم راح اجيب جناح على فكرة هو عارف وعارف ان انت لازم تجيب لعيب بس هو عارف لكن ما سمعاش منك هو عارف ومتاقم فالجزئيد ان ادرتي النادي ما هياش مثلا بتطلع تقول كذا بس ده على فكرة دي وجهة نظر الشخصية بعد النادي الاهلي بيشتبع لكاس عامل عندها من منظور تسويق ومنظور تعاقدي منظور تعاقدي احنا اتكلم نقول لنادي الاهلي مش هيبين ملامح خالص دلوقتي الا بعد لكن منصور التسويقي اعتقد ان الاهلي شكالي ممكن تشوف مفاجئات في الشق الرعاية 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 للبطولة دي ارقام يعني لو وفق فيها النادي الاهلي ارقام يمكن ما حصلتش بس ايه بعد انديها تخليه ما حصلش في الشق الرعاية ارقام عندها عد يعني مهم جدا يبقى للتحضير للمونديال مش تحضير فني وقروي فقط طبعا تمكن تستفيد بالبطولة دي تسويقيا اول قرار اللي طالع محمد مبارح نعم القرار اللي طالع مبارح اول انت بتاخد القرار كصحفي انا كصحفي باخد القرار بمضمونه تفويد تفويد شركة الاهلي لكرة القدم في ادارة وتسويق كل الحقوق التجارية والتسويقية والرعاية والبس الفضائي للفريل اول لكرة اول اقطاع الكرة بما حق من نجاهات بهرة هو انت خدت المصطلح كده مجرد تفويد لا ده تمهيدا لشيء لا لشيء ما هو بيقولك رعاية بس الفضائي أو لأشياء لأشياء يعني عادة جديد وغير كده كسر عاملان دي الوحده لان دي نسخة انت محدش في مصر شجرة سجله يا جماعة اللي بقوله ساحة الحكيم ده عشان انا عارف ووثق قريب جدا الكلام ده هيكون مترجم على الورق بملايين الجنيهات أو الدولارات يعني اكيد اه انا اتوقع ان شاء الله بفي حاجة كويسة جدا بإذن الله على فاكرة اهل الشاطر جدا في الحتة دي من زمان اه طبعا يعني اهل الشاطر جدا في الحتة دي من زمان قوي انا شاف انت بتقول معلومة حلوة جدا عايز ابشر بها الناس ان التفويد اللي اتعامل انبالح لشركة الكورة في مسألة التسويق والتعاقدات الحاجات اللي هي التسويقية دي ممكن الفترة الجاية نسمع منها ارقام كويسة جدا وانت مقبل على منديال الانداف امريكا طبعا